قدم رئيس اللقاء الديمقراطية النائب تيمور جنبلاط ترشحه لرئاسة الحزب التقدمية الاشتراكي في مكتب أمانة السر العامة للحزب في بيروت مؤكداً أن ترشيحه سيترافق مع فتح الباب أمام الشباب ليلعبوا الدورة المطلوب منهم في هذه المرحلة من تاريخ الحزب ولبنان اليوم جئت تقدم ترشيحي لرئاسة الحزب حسب الأصول بأمانة السر يعني مننا بـ 25 شهر بالمؤتمر من الله راد نقدم خطوات لتحديث ولتجديد العمل السياسي بالحزب التقدمي الاشتراكي أكيد مننا نبني على كل الإنجازات والتضحيات للحزب بالماضي ومننا نعطي مجال للشباب أن يكبونا بهذه المرحلة الجديدة واللي وعدناه عم بيتطبق شوي شوي ومن الله راد بنوصل لنتيجة اللي مننا إياه بعد جلسة الأمس اللي فشلت بانتخاب رئيس للجمهورية العالم تنتظر يعني الشعب اللبناني ينتظر الفرج بهذا الإطار وحضرتكم كنتوا أول من دعا إلى الحوار أي خطوات اليوم اللقاء الديمقراطي رح يخدها لضمان إنجاز هذا الاستحقاق يعني للأسف حينتروا بعد كتير بس يعني نحنا بتعرف ككتلة وكحزة التقدم الاشتراكي نحنا من أوائل الناس اللي عملنا أكتر من مبادرة بهذا الموضوع ونحنا من أوائل الناس اللي حتى قدمنا أكتر من المرشح ومنهم من الساجي هاد أزور نحنا نزلنا على الجلسة وصوتنا وحضرنا ننزل على الجلسة ونصوت بس مثل ما بتعرف كان عايشين ببلد مقصوم وعنده حساسيات كتير سياسية وللأسف طائفي الحل الوحيد تنطلع من هالأزمة هو الحوار بس كمان من هالناحية في فرق بين إنه الواحد يحكي بالإعلام بالحوار قدام الناس بتعطي صورة حلوة أو يطبق الحوار على الأرض نتمنى من غيرنا أنه يطبق هالحوار على الأرض